سياسياً سلم اليوم سفير أستراليا لدى البلاد نسخة من أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي حسين إبراهيم طه المناسبة جرت بمقر الوزارة بحضور معاوني الوزير تقرير محمد الأمين أحمد في إطار تقوية العلاقات المتبادلة بين البلاد والدول الصديقة في تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية جاءت زيارة السفير الأسترالي إلى البلاد بهدف تقديم نسخة من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة لبلاده هذا وفور وصوله بوزارة الخارجية كان في استقباله وزير الخارجية والتكامل الإفريقي حسين إبراهيم طه وبعض من معاونيه من جانبه سفير أستراليا أنجيز ماكيز سلم نسخة من أوراق اعتماده رسمياً لوزير الخارجية ليصبح سفيراً لجمهورية أستراليا لدى البلاد وعقب خروجه صرح سفير أستراليا للصحافة الوطنية بأنه أثناء إقامته في باريس قال أن بلاده عينته عبر شخصيته لمساعدة تشاد في خطتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية وكذا تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين ونشير بأن مثل هذه العلاقات الثنائية بين البلدين تسهم في تنمية البلاد وفتح آفاق جديدة في الساحة الدبلوماسية